طيب احنا عرفنا دلوقتي ان احنا مفروض ان احنا ما نبقاش بناكل طول النهار الحمدلله ان في ناس كتير بطلت تقتنع بفكرة ان احنا محتاجين ناكل عشان نزود الحرق لان دي فكرة مش منطقية اساسا انت اصلا تخنت بسبب الاكل انت تخنت عشان تاكل كتير فتجي لانا خسيزك قولك انت محتاج تاكل عشان نزود الحرق سيريوسلي؟ اكيد ده مش حقيقي فاحنا ما بنكلش ست واجبات ونكلش خمس واجبات لان احنا مش بادي بيلدرز فبنعمل حاجة تانية اسمها انترميتان فاستين انترميتان فاستين مش معناه 16 ساعة صيام و8 ساعات اكل ده اشهر نوع من انواع الانترميتان فاستين انترميتان فاستين سيمبلي معناها انك بتقفل بققك عند ساعة معينة من اليوم وبتقفلهاش اللي بعد فترة ممكن تبقى 12 ساعة 14 16 20 24 ولما بترجع تاكل تاني بتاكل على فترات متقطعة عشان كده اسمه صيام متقطع ماينفعش بعد ما تفتر تقوم تاكل خمس واجبات في الثمان ساعات ما عملتش حاجة هتدخن برضو او على اقل مش هتخس ماينفعش تيجي في الثمان ساعات بتاكل صيام دول تاكل خمس واجبات وماينفعش تيجي في الثمان ساعات بتاكل صيام دول تاكل اكل كله نشويات لو انت بتعمل صيام متقطع ده معناها ان انت فاهم او لو انت بتروح للدكتور بيعمل لك صيام متقطع ده معنى ان الدكتور فاهم ان لتخنك الانسولين لو انا عملت لك صيام متقطع وبعدين نروح لك في الدايت اكل عادي وقلت لك اصل فلاكسبل دايتينج واصل انت محقك تاكل كل حاجة بس بكميات قليلة انا كده بناقض اللي انا بعمله يعني انا اصلا مجرد ان انا اقول لك صيام متقطع ده معنى ان انا مقتنع ان الانسولين هو لتخنك عارجة بعد كده اقول لك كل شوكالاتة بس بكمية قليلة ازاي لما دي هايبر انسولنامج دي هتودي الانسولين في ده يبقى انا اللي خليها سيام متقطع فلو انت مقتنع عن الموضوع كالوريز بس ما تعملش سيام متقطع امشي بالكالوريز ولو خصيت الف مبروك ما خصيتش ممكن تسمع كلامنا طيب انا دلوقتي اللي ماجي اختار اكلي اختار ايه اختار ازاي احنا عندها ثلاث حاجات مهمين جدا بنختار على اساسهم الاكلة دي بتتخن ولا ما بتتخنش صحية ولا مش صحية اول حاجة الـ Glysemic Index اللي هو الاكلة دي بترفع سكر الدم قديه تاني حاجة الـ Insulin Index الاكلة دي بترفع الانسولين قديه وهوقول لكم الفرق ثالث حاجة بقى وادفع حاجة الأول حاجة خالص Anglicemic Index الاكلة اللي بترفع سكر الدم قوي معناها ان الاكلة دي بسكره قوي او مليئها نشويات وبترفع سكر الدم اوي فسكر الدم قوي ده بيستفز الانسولين قوي فالانسولين بيتفرس كتير قوي فبتدخن قوي فتأكل منها تاني عشان طعمه حلوه قوي علشان بتجوعنا بسرعة قوي لان الانسولين لما بيزيد قوي ده معناه ان السكر كان عالي قوي فبيروح منزل السكر جدا فبعدها على طول بتجوع تاني فتأكل منها تاني فنفضل بقى قاعدين في الصيكل دي طالع نازل كده طول النهار فالاكل اللي انجليسيمك اندكس بتاعه عالي ده دفنت لي بيتخن ما فيهاش كلام الاكل الجليسيمك اندكس بتاعه عالي اللي هو مين الحاجات طبعا البيزيكس اكيد الحاجات مسكرة مثلا الشوكولاتات والكيكات والحاجات دي كلها الحاجات اللي فيها كاربوهايدريتز كتيرة على فكرة الجليسيمك اندكس بتاع السكر 100 فده الستاندرد بتاعنا يعني لما بنقيس ان فيه حاجة الجليسيمك اندكس بتاعها عالي ولا لأ بنقارنها بالسكر السكر ده الستاندرد فيه حاجات الجليسيمك اندكس بتاعها عالي جدا مع انها مفيهاش كالوريز كتير يعني تعرفوا مثلا ان البطيخ جليسيميك اندكس صحلي جدا البطيخ اكتر فكهة بترفع سكر الدم اكتر من الموز يعني لو حد عنده السكر ممكن اكتب له موز ومكتب لهش بطيخ عشان نعم بشتغل بالهورموز وبشتغلش بالكالوريز فيه ناس بتسألني طب ناكل ايه انا بديلك البيزيكس اللي هتمشي عليه انت رفتحت جوجل وكتبت جليسيميك اندكس بتاع الاكل هكتبلك تشورت كده في كل جليسيميك اندكس باكل الاكلات اللي في الدنيا انا باقولك ان السكر السكر اللي بيض سكر الطعام مية فايكود اي حاجة قريبة من المية دي هتبقى عارية جدا فيه اكاتبルクتير جدا وماس بتاكلها لانها ضايت وهي جليسيميك انديكس بتاع عالي جدا زي الرئيس كيكس لناس بتاكلها بدل العيش الرئيس كيكس دي انجليسيميك اندكس بتاعهابيوصل ل110 NP shop العيش اللي بيض 75م او 72 فهي اكتر من العيش فبنبص على الأكلة دي بترفع سكر الدم قد ايه ده مهم جدا تاني حاجة بنبص عليها الأكلة دي بترفع الإنسولين قد ايه هو مش الإنسولين ده أصلا بيترفع لما يكون فيه سكر كتير في الدم يعني أكيد الأكلات اللي فيها جليسامك اندكس عالي أو بترفع سكر الدم قوي بتعلي الإنسولين قوي بس بقى ايرانكلي فيه أكلات ما بتعليش سكر الدم بس بتعلي الإنسولين زي البروتين البروتين بيعلي الإنسولين جدا على الفكرة بروتين الفراخ واللحمة والسمك بيعلون إنسولين جداً معنوا بيعلوش سكر الدم طب إزاي بقى؟ مش هلتي بتقول لنا نبعد عن الحاجات اللي بتعلي الإنسولين؟ إزاي دائما بتقول لنا كولو بروتين الإنسولين في حاجة كده ماركل فعلاً معجزة لما اكتشفوها ما كانوش فاهمين هو بيحصل كده إزاي؟ إن إحنا الطبيعي لما جسمنا بيبقى فيه إنسولين الإنسولين ده هرمون تخزين طاقة بيخزن دهون ما بيبقاش فيه هرمون تاني اسمه جلوكاجون جلوكاجون ده بقى اللي بيحرق الدهون لقوا إن الحالة الوحيدة اللي هيبقى عندك فيها إنسولين وجلوكاجون في نفس الوقت لما تاكل بروتين يعني لو أنت كلت فراخ الفراخ دي زي ما بتستفز الإنسولين بتطلع هرمون تاني اسمه جلوكاجون فده بيحرق ده بيخزن دهون الإنسولين وجلوكاجون ده بيحرق فالتنين بيعضلوا بعض عشان كده البروتين ما بيتخنش مش حد تخنى عشان كالفراخ ولا لحمة ولا بيض ولا الكلام ده أبدا ففي حاجات بتستفزي الإنسولين بس ما بتستفزش بس ما بتتخناش زي البروتين وزي الوي بروتين على فكرة البروتين شيك بتاع الجيم اللي انت بتقعلي بموت ده برضو بيعلي الإنسولين بس إينا جود وي لأنه بيعلي معاه الجلوكاجون اللي هو الكويس اللي هو مش وقت حقه لأنه هو ده اللي بيحرق لنا الدهون هو ده أكشوالي اللي احنا هدفنا ان احنا نزوده بالصيام المتقطع وبنحنا نقلل النشويات والكلام ده كل طيب ايه بقى الحاجات اللي احنا عايزين نبعد عنها خالص لأن الإنسولين إندكس بتاعها عالي جدا الحاجات اللين اللوفات اللوفات يوغيرت الزبادي خليط دسم اللبن خليط دسم الحتة اللحمة اللي مفيهاش أي ده طبعا أنا عارفة ان انا كده هعمل مشكلة كبيرة جدا وان الناس هتقول لي ان الدهون المشبعة هي اللي بتجيب السكر والكلسترول واللي مش عارفة ايه واكشوالي لو الدهون المشبعة هي اللي بتجيب الحاجات دي مكانش حد جاله الأمران دي لأنه مفيش حد بيأكل دهون مشبعة مفيش حد بيأكل دهن اللحمة أصلا عشان يجيلوا أصلا الحاجات دي فالأكلة أنا بتكلم في ما فيهاش كلام عايزة التبعها ومقتنع بيها تمام مش عايزة التبعها تمامني ما بفهمش حاجة مش مشكد في حتة اللحمة الحمرة بتعلي الإنسولين أكتر من حتة اللحمة اللي فيها دي مش عايز تكل دهن اللحمة ومقتنة عند حاجة وحشة قوي حتة اللحمة الحمرة حط علها شوية زيت زتون حط علها حتة زبنة بس قوى عن زودنا شويات نزودنا شويات حفلة إنسولين بقى هو ده بقى اللي بيتخنى أكتر حاجة ليها إنسولين إندكس عاني أكتر حاجة بتعلي الإنسولين المكس بتاع الفات والكوربس We know how to make both animals and humans as fat as possible, as rapidly as possible It's sugar and fat together, right? وبقسمات كربوهيدريت ومألف الزيت يعني حفلة إنسولي عشان كده الأكل ده بنكله وننام لو أنت هدفك تخص لو أنت هدفك صحيطك لو أنت رفاية بس بتاكل الحاجات دي وما بتتخنيش ففرحانة بنفسك وبتقولي ناكل براحتي في حاجة اسمها Skinny fat Skinny fat يعني أن أنت جسمك رفاية بس جسمك كله نهون دي بلغة الشارع اسمها Skinny fat بلغة الطب اسمها متابالك لأبيز يعني أنت شكلك رفاية بس المتاباليزم بتاعتك الحرق بتاعك حرق واحتخين لأن جسمك كله دهون فلو أنت ما بتتخنش أو لو أنت ما بتتخنيش ما تتغروش في نفسك وتفتكروا أنتوا كده ربنا أدوكم حاجة ما تدهاش لحد غيركم أنتوا بتاكلوا براحيتكم ما بتتخنوش أنتوا بتتخنوا بس بتتخنوا الجوه الدهون بتاعتكم بدل ما بتتحط في الصابكوتين اللي هي الدهون اللي برا اللي احنا شايفينها اللي بتوقف الجلد دي بتحط جوه في الفاسر الفات الفاسر الفات يعني على الأحشاء في الكبد وفي الكلة أنت فاتي مش شايف حاجة وممكننا نقول فيها بتاكل مكدونالس كل يوم وبتاكل فرق بانيك كل يوم بقولي أنا براحتي إنو ما بتخنش ودونيها جوه خربونا وإنتي مش داريانة أو إنتا مش داريان فالكليز محدش يتغرف نفسه كلنا كميتنا واحدة شكلنا بيبقى زي ده انت ناتكس بس اللي جوه كلنا كميتنا واحدة فدي تاني حاجة مهمة جدا إن احنا نخلي بالنا منها لو إحنا عايزين نخس إن احنا نبعد عن الأكل اللي بيستفز الإنسونيت طيب تانية حاجة بقى الكالوريز لو إنتا رحت لدكتور أو لو إنتا من نفسك عملت دايت وقررت إن إنتا تمشي بالقنسب بتاع كل الدايت بتشتغل بالكالوريك ديفيسيت وإحنا أهم حاجة نقلل السعرات ومش مهم إن شاء الله ناكل عشرين مرة في اليوم دا عمتلا مش إعجاز علمي السعرات دي على فكرة أنت خدتها في الساينس في خمسة ابتدائية يعني في كتاب الساينس في خمسة ابتدائية أو ساة ابتدائية حاجة كده الكالوريي is the measurement of energy يعني دا حاجة بيزيج جدا كلنا خدناها الناس اللي بتقول إن الموضوع بس كالوريز بيقولوا إن إحنا لو كالنا كيت كات زي ما ناكل شوفان عادي هما تنزع بعض ما هؤلتين فيهم نفس الكالوريز لو كانت موزة زي ما تاكل سنيكرز من 2 نفس الكالوريز لو كانت بيض زي ما تاكل فراخ بانيما مقلية في الزيت لو اللي 2 نفس الكالوريز هو دا منطقي أنا هسيب كنتو ترودوا أنا مش هرود طيب أنا ليه بقول إن السعرات مهمة في حاجة اسمها look of thermodynamics look of thermodynamics دا برضو أنا معرفش اسمه بالعربي شانا سبت قليل كامل أنا والله ما عرف أسامين حاجات دي بالعربي بس أنا هشرح بالعربي look of thermodynamics دا حاجة في الفيزية معناها إن طالما اللي داخل أكتر من اللي خارج الحاجة دي بتزيد هو اللي عمل look of thermodynamics في الفيزية ما كانش بتكلم على جسم الإنسان بس لو احنا طبقنا على جسم الإنسان لو أنت بتاكل سعرات أكتر من اللي بتحرقها هتدخل ولو بتاكل سعرات أقل من اللي أنت بتحرقها هتخس دا حقيقي حقيقي لو أنت insulin sensitive ياريت الموضوع وكان بالسهولة دي وياريت كل الناس أول ما بتقلل الأكلها بتخس لو أنت بتقلل الأكلك بتخس ما تسمعنيش أنا ما ليش نزمة في حياتك أنا بتكلم الناس اللي ما بتعرفش تقلل الأكلها أصلا الناس اللي بتنصح وبتقول أنتو محتاجين تقللوا الكالوريز بتاعتكو وهتخسوا أنتو محتاجين تعملوا تعملوا بس ضايت متوازن وهتخسوا هو الناس دي بتجيلنا عشان مش عارفة تعمل ضايت متوازن الناس دي بتجيلنا عشان مش عارفة تعمل كنترول على نفسها لو إحنا ضبطنا الهورمونز بتاعتنا هنعمل كنترول على جسمنا أن إحنا مش هنجوها أصلا بنفس الطريقة نصبت الهورمونز بعيدوا عن الحاجات الهايبر إنسوليناميك بعيدوا عن الحاجات اللي بتؤدي الإنسولين في ده يا دي البيتزا والمكرونة بشاميل والمحشي والفراخ باني وبعيدوا عن الحاجة ما فيش حاجة صحية في ذاتها يعني أنت لو خدت الشوفان وحطته في الفرن وحطته على سكر وعملته كيكة بقى الشوفان صحي عشانا بشوف ناس بقى ممكن عرفين كيكة الشوفان وحط على سكر هي الحاجة دي الانت اللي بتخليها صحية أو لا لو خدت اللحمة وقالت معها بطاطس وزيت وبتاع ما خلاص كده ما بقيتش صحية وعملت إنسولين رسبونس عاني جدا فما ينفعش احنا لازم نركز على الطبق كله على بعضه بيدينا فايدة قد ايه بيدينا كالوريز قد ايه بيدينا بيطلع علينا إنسولين قد ايه وهيتخزن ازاي ما تجمعش البروتين ما تجمعش النشويات مع الدهود أبدا أبدا يعني ما تحطش حاجة فاتي قوي مع حاجة مليانة نشويات ما تقولش ستيك وبطاطس مثلا تخني للصبح بطاطس محمرة تخني برضو للصبح لأن الميكس بتاع الاتنين بيمنع خالص الفات ميتابوليزم الفات الدهون اللي انت اكلتها دي ما بتتحللش ما بيحصل لهاش ميتابوليزم طول ما فيه نشويات ما ينفعش الباسوي بتاعها أهو عشان الناس اللي هتقوللي ازاي أهو لو انت دخلت الجسمك دخل له نشويات جسمك بيمشي في الباسوي بتاع حرق النشويات والدهون دي بتتخزن ترايجلس رايد ثم بيعرفش يعمل الاتنين في نفس الوقت انا ممكن يكون قلت كلام معقد شوية اتمنى يكون تفهم لو ما تفهمش اشرحه تاني لو في حتة معينة في اللي انا قلتها مش مفهومة قلولي وعمل عليها فيديو لوحدة فيديو عن غليسيمك انديكس فيديو عن الانسولين اي حاجة ترجمة نانسي قنقر